الفورينج بوليسي تقول ان هذه الحرب في اوكرانيا تمثل نهاية لفترة ما بعد الحرب الباردة ما هو المقصود سياسيا بهذه الجملة يعني كيف نستطيع ان نصنف العلاقات ما بين واشنطن وموسكو بعد الحرب الباردة اشكركم شكرا جزيلا على هذه الاستضافة انني منذ عام 2007 ان خطاب بوتين يريد ان يغير من نظام العالم كما يرى الجميع وهناك العديد من العلاقات والاقتصادية مع روسيا بين روسيا واوروبا وفيما يتعلق بالاقتصاد واعادة تقييم العديد من العلاقات في شتى المجالات ولكن الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة الامريكية كانت منذ اكثر من قرن تحافظ على العلاقات والتوازنات المواتية للكوة في اوروبا وفي شرق اسيا وما زالت ادارة بايدن حتى الان تحاول على الموازنة بين هذه القوة في الخارج وفي الداخل ان اوروبا تعتبر ان روسيا قامت بسيناريو كهو الاسوأ على الاطلاق في الكارة الاوروبية ان العلاقة اصبحت الان بين الولايات المتحدة الامريكية واوروبا في اكثر تصالحا فهذه الحرب قد غيرت التصورات الجيوسياسية اكثر من تغييرها للواقع الجيوسياسية فاصبح كذلك ويجب ان تسعى الولايات المتحدة الامريكية وحلف شمال الاطلاسية والاتحاد الاوروبي الى بناء نظام امني اوروبي والى صياغة استراتيجية كبرى وتحديد ملامح للتحالفات الجديدة وكذلك للقوة العظمى على الساحة الدولية هناك العديد من التغييرات التي حدثت كذلك على الصعيد الالمانية فان المانيا رأت انها يجب عليها اعادة النظر في التسلح مرة اخرى وكذلك فقد انفقت ملائمات المليارات في الامدادات اللوجستية ومع ذلك كان هناك العديد من الغيابة للتغطية الجوية للقوات البرية وعدم تأمين العديد من انظمة الاتصال المتطورة مما تسبب في الحق خسائر فادحة يجب ان يكون هناك تغيير للاستراتيجية الامريكية وهذا الذي بدأ بالفعل فقد قدمت الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها من الاوروبيين وفي حرف شمال الاطلسي ككوريا الجنوبية واليابان الكثير من المساعدات الاستراتيجية والعسكرية التي تقدر بمليارات الدولارات ولكن اسمح لي سيد جون بيير منذ العام 45 وحتى العام 91 كانت هناك رسميا في العالم حرب باردة بين روسيا وامريكا طيب ومنذ العام 91 وحتى حرب اوكرانية هذه السنوات كيف كانت العلاقة بين موسكو وواشنطن؟ بماذا نسميها؟ بين واشنطن وأوروبا؟ بين واشنطن وأوروبا هذا ما تقصدونه؟ لا لا بين واشنطن وموسكو نعم إنها علاقة وطيدة وهناك كذلك العديد من الاقتصاديات المشتركة بينهم وهناك العديد من فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت في بادئ الأمر سعيدة بالعلاقات مع روسيا ولكن هناك الآن استراتيجية جديدة تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعزز من وجودها وتعاونها في أوروبا من أجل أن لا يتكرر هذا الصراع مرة أخرى في مكان آخر إن العلاقات كانت مثل الهرم التسلسلي فواشنطن تريد أن تفرد نوعا من التكامل والتكافل في الاستراتيجية التي تتبعها في أوروبا وفي المحيطين الهادي والهندية أعتقد أن هذه القدرة الفريدة التي يتمتع بها الرئيس بايدن في هذا الصدد والربط بين الأمرين ستكون سمة واضحة للسياسة الخارجية الأمريكية فالآن هناك بعد تدهور العلاقات في حقبة زمنية معينة أصبح الآن هناك العمل على تأسيس مزيد من التحالفات الاقتصادية والعسكرية في أسيا من خلال دعوة للانضمام إلى 13 دولة أعضاء الإطار الاقتصادي لدول المحيطين الهادي والهندي وتوسيع عدد من التحالفات كذلك إن الولايات المتحدة الأمريكية قد غيرت الكثير من استراتيجيتها بفرد الحرب الروسية الأمريكية التي فرضت عليها تحديات كبيرة وكذلك كان على واشنطن أن تغير من هذه الحرب الباردة إلى تغييرات جوهرية واستراتيجية للأمن القومي اشتركوا في القناة